في تفاصيل الموضوع قالت تركيا في وقت سابق إن فصائل كردية قتلت اثنين في هجمات صاروخية من شمال سوريا وذلك في تصعيد عبر الحدود عقب هجمات جوية شنتها تركيا في مطلع الأسبوع وهجوم بقنبلة في اسطنبول قبل أسبوع وشددت القوات المسلحة التركية أنها كانت ترد على الهجوم الأمر الذي تحدث عنه صراحة وزير الدفاع التركي خلوسي أكار الذي أكد أن عملية القسف الجوي التي تشنها بلاده في شمال شرق سوريا وشمال العراق هي الأكبر والأشمل والأكثر فعالية ضد المسلحين هناك المسلحون سيدفعون ثمن الوحشية التي أظهروها في الهجوم الأخير في منطقة بيوغلوب اسطنبول سنجعلهم يدفعون ثمن كل الجرائم التي ارتكبوها اليوم وما قبلها وفقا لآخر المعلومات التي تلقيناها وفي أعقاب غاراتنا الجوية المدعومة بأسلحة أرضية تم تحييل 184 مسلحا وزير الداخلية التركي دعا الدول وخاصة واشنطن إلى وقف ما وصفه بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية العمليات العسكرية التي وقعت مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في اسطنبول أودى بحياة ستة أشخاص وحملت تركيا حزب العمال الكردستاني مسؤولية الهجوم الذي نفى وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية تورطهم بالتفجير الهجمات التركية دمرت 89 هدفا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التي تقول أنقرة إنها جناح لحزب العمال الكردستاني ترجمة نانسي قنقر